التعليمات العامة في المختبر قلنا هناك تعليمات مشتركة لكل أنواع المعام إذا كانت في كيميا أو الفيزياء أو الأحياء والآن نتابع بعض التعليمات بشكل عام نشوفها بشكل تفصيلي إذن الرموز والعلامات الخاصة بالسلامة عندنا الرموز وفي علامات خاصة بالسلامة والخطر المرتبط يجب أن نعرفها بشكل عام لكي نحمي أنفسنا خطر حقيقي هو البيو هازارد وهذا كثيرا ممكن نجده في الأحياء بشكل خاص وهو بشكل عام أيضا زي شفناه إذن نعتبره هو بايو هازارد إذن قسيل العين وحمام السلامة اللي هو الاي ووش والسيف تشاوة موجودة في كل معامل مزودة بهذه القسيل العيون أو السيف تشاوة عندنا الرادي اكتيف زي ما شوفنا أيضا مرتبطة بمعامل فيزياء عندنا الفير بلانكيت البطانية وقلنا هذه من أدوات إطفاء الحريق وقلنا إطفاء الحريق هو نقص الأكسجين على الحريق لكي لا يشتعل أو يزيد زيادة فبالتالي وجود حريق وبالبطانية قطعة يقص من الأكسجين فبالتالي لا يزداد المسألة الحريق لا يزداد إذا شوفنا علامة زي هذه إذن هذه المادة تكون مسمة جدا توكسيك وهذه العلامة تعتبر المادة مؤزية أو مادة ضارة وهذه مادة مشتعلة وهذه العلامة لو رأينا إذن هناك مساعدة أولية في هذا المكان كارسونيجين هزرت خطر سرطان إذا شفنا مادة زي هذه نتعاون معها بحذر جدا وإذا شفنا علامة زي هذه أيضا نحمي عينينا وهذا إجباري أن نحميه وإذا شفنا هذه العلامة أيضا تعني أن المادة متفجرة وكيف نتعاون معها بحذر هذا ممر هروب في حالة الحريق لغضر الله إنه لو شفنا هذا نتبع هذه الإشارة للهروب بهذا الممر وإذا شفنا هذه العلامة يعتبر مادة تآكل أو مادة آكلة وإياه زي الأحماض وزي القواعد يبقى نتعاون معها ونحن لابسين القفازات أو ما يسمى بالغلوب هذا الليزر أو العلامة تحتوي على الليزر في هذا المكان إذن مرتبطة بأكسام الفيزيو بشكل عام ممنوع التدخين وطبعا هذه علامة إجبارية وممنوع التدخين في كل المعامل في كل الأماكن التي يوجد فيها حتى لو غير المعامل مخرج الحريق أيضا لقد ظل حص الحريق إذا نتبع هذا المخرج ونمشي في هذا الاتجاه إليه نصل نقطة التجمع وهي الاسمبلي بوينت وتجمع ونسجل أنفسنا لمرشد المختبر لكي نحدد إحنا موجودين في أمان والسلام أيضا المادة المؤكسدة عندنا هذه العلامة معناها تعني هذه المادة طارة ومؤذية ولاب كوت هذه علامة إجبارية لو شكت هذا في أي مكان إذن تلبس هذا اللاب كوت إجباري إذا لم تلبس لاب كوت لا تدخل للمعمل علامة الريسايكلين هذه بالنسبة للويست عشان نعمل مسألة تدوير بالنسبة لها في هذه إذن هنا في بروكن جلاس بن أو سلة الزجاجات المكسورة في المعامل كثيرة من استخدام الأدوات الزجاجية فإذا حصلت اتكسرت يبقى نتخلص منها في هذا الماكن الصندوق المخصص لها البايو ويست بن سلة المخلفات الحيوية وقلنا هذه مرتبطة بالأحياء وخاصة قسم الزيولوجي بشكل عام اشتركوا في القناة